وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الاهلي هنتكلم فيها عن كل اخبار الكرة المصرية لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام الكابتن احمد شبير بيصدم جماهير الاهلي بشأن اصابة نجم الفريق ومدة غيابه كشف الاعلام الاهلاوي احمد شبير عن كواليس اصابة نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي ومدة غيابه عن المشاركة الشبير في تصريحات عبر برنامج الازاعي صباح اليوم ان لاعب النادي الاهلي العائد من الاصابة من الرباط الصليبي كريم فؤاد جناح النادي الاهلي تعرض الى اصابة قوية في العضلة الضمة خلال تدريبات النادي الاهلي الاخيرة وتحديدا قبل لقاء المقاولون العرب قال كمان شبير ان كريم فؤاد يحتاج الى فترة تصل الى شهر وذلك من اجل العودة والمشاركة في المباريات مع الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي كريم فؤاد بيشارك مع الاهلي وامام المصر البورسعيدي وفي اول مباراة في الدوري وتمكن من تسجيل هدف في الدقائق الاخيرة كريم فؤاد بيخود برنامج علاجي وتأهيلي قوي وذلك من اجل التعافي من الاصابة العضلية كريم فؤاد حاليا خارج مبارتي سيمبا في بدولة السوبرليجي الافريقي كريم فؤاد بيعتبر من العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسي الكولار في العديد من الخطوط في الملعب مثل الظهير والجناح كمان اسلام صادق بيكشف عن مفاجأة بشأن احد المرشحين لانتخابات الزمالك كشف الاعلام اسلام صادق عن مفاجأة بشأن احد المرشحين في انتخابات مجلس ادارة نياد الزمالك والمقرر لها 20 اكتوبر الجاري كتب اسلام صادق عبر حسابه الشخص على فيسبوك ان احد المرشحين تحت السن في انتخابات الزمالك تواجد مع نجلو في تدريب فريق كرة القدم للتصوير مع اللاعبين للدعاية الانتخابية وسط تجاهل من المسؤولين عن الفريق وتقام انتخابات مجلس ادارة الزمالك يوم 20 اكتوبر الجاري بإذن الله في مقر نادي الزمالك تحت اشراف اللجنة السلسية برئاسة الاستاذ عماد البناني وقرر الفريق الاول لكرة القدم نقل تدريبات الفريق من ملعب عبداللطيف ابو رجيلا الى ملعب نادي الترسنة بسبب الانتخابات ويتم تجهيز ملعب ابو رجيلا حاليا لاستقبال الانتخابات المقبلة التي ستقام لمدة يوم واحد فقط 20 من الشهر الجاري ده بالنسبة لموضوع الزمالك شبير بيعلى بيقول احنا هنهزر ولا ايه شبير يعلق شبير يعلق على حملة الهجوم النارية على فيتوريا بعد هزيمة منتخب مصر علق اللاعب الاعلامي الاحمر احمد شبير على الهجوم الذي تعرض لي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بعد الخسارة امام تونس وديا بهدفين مقابل هدف قال شبير في تصريحات عبر برنامج الازاعي صباح اليوم بعد مباراة مصر وتونس ارى ان هناك حملة على روي فيتوريا وكأنه ممنوع انه يخسر والله لو فيه مدرب في العالم لا يخسر ونذهب لنذهب ونتعاقد معه جورديولا خسر مبارتين متتاليين وكلوب خسر ولم يصل لدور الابطال اوروبا مدرب البرازيل خسر في كأس العالم الارجنتين بطل كأس العالم خسرت امام السعودية لا يوجد مدرب في العالم لا يخسر فلابد ان نتحل الصبر والهدوء على المنتخب الوطني الاستاذ حلم طولان الكابتن حلم طولان بيعلن دعمه لهذا المرشخ لرئاسة الزمالك ويفجر مفجأة بشأك عدويته الكابتن حلو طولان مدرب سيراميكا كيلو باطرة السابق بيعلن انه يدعم فاروق جعفر في انتخابات الزمالك المقبلة وشدد انه ليس عدوا بالنادي وقال طولان في تصريحات تلفزيونية ببرنامج اللعيب عبر قناة ام بي سي مصر مع مهيب عبد الهادي جمهور الزمالك الله يكون فعونه وبارفع له القبعة على ما يفعله مع النادي واعددها بتزيد رغم اللي بيحصل وما كنتش مبسوط باللي بيحصل في الزمالك واضاف كمان اساند فاروق جعفر في انتخابات الزمالك هو اخوي وزميلي ولكن لست عدوا في النادي وليس لي دور وبقول له ما تزعلش لعدم ظهوري في النادي وشدد طولان من مدة كبيرة ما دخلتش النادي وفي 2018 دخلت اعمل عدوية ودفعت المقدمات وكنت منتظر اكمل الاجراءات وطلع رئيس النادي قال لي مفيش معاه فلوس علشان الاشتراك طيب ما تدفعش من ما تدفع من اللي عندك لما يبقى في مجلس ادارة جديد هعمل عدوية باذن الله تعالى فيه كمان من بعض الاخبار الجديدة معانا من الاستاذ مرتضى منصور الاستاذ علاء مجلد بيكشف انجازاته داخل الزمالك وينتقد قرار مرتضى بمنصور اكد علاء مجلد المرشح لمنصب العضوية في انتخابات نادي الزمالك فوق السن انه عمل في منصب المدير التنفيذي للنادي مع سبع مجالس ادارات بدءا من رؤوف جاسر ثم محمد عامر ثم ممدوح عباس وجلال ابراهيم وكمال بيدرويش ومرتضى منصور رغم اختلاف الاتجاهات لكل مجلس مشيرا الى انه ينفس جميع التكليفات وعمل متطوعا وهو كان شرطه الرئيسي نظرا للجنة النادي ولذلك تم التمسك به من جميع المجالس السابقة وقال في تصريحات عبر البوكس التي يبص عبر شاشة قناة الاتي سي لم احصل على اي اموال من الزمالك نظير عملي مدير تنفيذي على مدار سنوات وطلقيت نصائح من المقربين بالمشاركة في الانتخابات خصوصا في ظل حب الاعضاء وسقطهم فيها وانا اعشق النادي واضح باي شيء من اجل الزمالك وحب للقلعة البيضاء وراء الترشخ وهناك ملفات كدي كبيرة جدا لا احد يعلم عنها شيء سوى انا بحكم تواجد في النادي خلال السنوات الماضية واضاف النادي النهري في العجوزة عندما حدست مشكلة بسبب الصور اتجهت الى حي العجوزة وحصلت على الترخيص المطلوبة وكمت بتجديد رخصة لمركب نادي الزمالك كاستثمار في المستبق لإقامة المناسبات عليها وكذلك فرأي ستة اكتوبر وحصلنا عليها منذ ست سنوات كثيرة والارض لم يكن لها عقد لقد ظللت 8 اشهر كاملة من اجل عمل عقد لارض الفرع وذهبت لمنزل رئيس النادي للتوقيع على العقد ووصل حديث قال انقصت ارض نادي الزمالك من سحبها من هيئة المجتمعات العمرانية وحصلت على شيك بتلاتة مليون جنيه رغم ازمة الحجز وقتها على ارصدة النادي ومضيت على نفس وراء بتسعتاشر الف جنيه لدفعها من اجل انقاذ ارض الزمالك كما ان الاوقاف قامت بالحجز على ارض المقر الرئيسي بنادي الزمالك وتوصلت معهم للاتفاق على دفع ثلاثة مليون جنيه والباقي سيتم تزديده بالتقصيد وتحدست مع احد المستأجرين للحصول على شيك بالمبلغ وابلغته ان المحلات سيتم سحبها منه وطرقت الشيك في الادارة المالية واتصلت باللواء حسن موسى وطلبت منه التوقيع على الاتفاق مع الاوقاف وتسليم الشيك واكمل حديث قال دخلت الانتخابات مستقل واخدها بناء على علاقتي مع الجميع في الجمعية العمومية وليس لدي اي مصالح وانا متطوع فقط ولا يجب ابرام التعاقد مع اي صفقة جديدة الا حال توافر الجانب المالي والقدرة على السداد ويجب توفير مستحقات اللاعبين ومن ثم محزبتهم لذلك يجب ان نكون حريصين على توفير السيولة المالية بالطبع احمد فتوح لاعب نادي الزمالك على اعتاب الانتقال للنادي الاهلي في حال عدم التجديد لاعب على مستوى عالي وبالطبع كنت متضايق جدا لعدم تجديد عقده حتى الان مع المجلس السابق وحتى اللجنة السلاسية الزمالك بليء بالمدربين الجيدين في قطاع الناشئين وهناك مواهب كثيرة في القطاع انتقد مجلة قرار رحيل امام عشور من جانب المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور حيث قال ايضا كنت حزيل لرحيل امام عشور واللاعب كان يريد البقاء داخل النادي ولذلك علينا المخافظة على العناصر المميزة في اللاعبين كما كما سيتم الاهتمام بالالعاب الجماعية وعلينا الاهتمام باولاد الاعضاء مية وعشر الف عدو بدلا من الاستعانة بلاعبين من الخارج وايضا توفير رواتب العمال والموظفين وختم حديثه قال الزمالك في دمي وانا في خدمة النادي واعضاؤه الذين احبهم واحترمهم كثيرا واتمنى ان نستطيع اسعدهم في الفترة المقبلة بكده يا صديقي نكون وصلت لنهاية الحلقة يريد تدعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل جديد اشوفك على خير مع السلامة